فيا ريال أيضاً غياب عيسى مندي عيسى مندي اللي رفع المستوى قليلاً إذا طلعت دانكرون ولا ما يلعبش في فيا ريال السؤال يبقى متروح خاصة أنه ينافس شيخ مثل راول البيول كبير في السن تقريباً راول البيول راول البيول لعب كبير في السن ما تفسيره كميدو راول البيول رفقة اللعب الآخر ربما لن يستطيع منافسته ليس لأنه ما عندهش إمكانيات ولا ولا لكن لما يكونوا في نفس الخط ويلعب في المنتخب الإسباني اللي هو باوتوراس تعتقد بأنه فيا ريال منذ الخطأين الذين ارتكبهما مندي في المباراتين التي شاركت خاصة ضد أتليتيكو مادريد لما كان تسبب ربما ما كانش سبب الواحد البيول لم يقدم مبارات كبيرة أمس لكن يلعب كأساسي في وقت بقى عيسى مندي كاحتياطي لعب المبارات الأخيرة في مردود هاي لعب المبارات الأخيرة في البطولة ما تفسيره كميدو ربما خيار المدرب بخيار المدرب أمري أنه يلعب براول البيول رفقة باوتوراس في محور الدفاع مندي ستون فاليور سير بولوي في كورسي الاحتياط يدخل لما تقتضي دوري لكن لما يكون كأساسي شفنا في الدوري مستوى ما هو سمو الخاف رغم أن نحسن منافسها البيول 36 سنة ولكن البيول محمد 36 سنة من الخبرة البيول في فالينسيا البيول محمد في مدريل لكن المدخب الإسباني البيول في ريال مدريل سمحني أنا أعطيك رأيي أنا في رأيي أعتقد أن بورتوراس الدولي الإسباني هو من ربما يفرض رأيه في هوية اللاعب الذي يشارك معه في وسط الدفاع وسط الدفاع اليميدو ثنائيا تسير مع بعض لذلك من الممكن جدا أن يكون المدرب يستشير بورتوراس حول هوية اللاعب الذي يرفي حقا يستشير البيول على بورتوراس أحسن من أنه بورتوراس أحسن أحسن يستشير بورتوراس أنا أعتقد أنك رأيي بعد أن تصرفوك ما تحب أنا يقول لك في هذا المستوى سامحني في هذا المستوى يقدر المدرب يستشير بورتوراس يقول له كل يتكون لازم عاش كل يتكون أكثر راحة معك لا يستشيرهم بعد يستشيرهم بعد يدير تشكيلة يشوفها يستشير البيول ربما قائد فارق وكبر في سلسة وثلاثة سنة وخبرة يستشيرك فيها تماماً هذا رأيي وافقني لا توافقني لا توافقني لا توافقني 36 سنة الرجل لا يقوى على الجري لم يفوز بالكثير من الصراعات لا اسمح لي لم يفوز نبحث عن مبررات نعطي مبرر منطقي نعطيك مبرر الرجل لم يدخل أمس إلا في ثلاثة وأربع التحامات الرجل يخشى الالتحامات الرجل بطيء لم يعطي الأمان في دفاع الهدف خطأ وفي الهدف أمين يتحمل نصيب كبير من الهدف الذي سجله جيفنتيوس كيف المدرم يخرج للإعلام ويعطي تبريرات كيف يعتمد على مدافع في نهاية مسيرته 36 سنة ويبقى عيسى مندل الذي قدم أداة مقبولة جداً شكراً